طب حضرك تفتكر أن تأثير حرب أكتوبر انتهى مع انتهاء الحرب وطبعا بعد ذيها اتفاقية السلام وكده ولا لسه لحد الوقت التأثير ده موجود؟ لا طبعا تأثير حتى هذه اللحظة موجود التأثير حرب أكتوبر ممتد على مستوى العالم ليه؟ لأن المنطقة العربية نفسها عموما هي منطقة مهمة جدا بالنسبة لنا أنا أسميها الميدان الكوكب إحنا الميدان اللي هو في النص ما بين أسيا وأفريقيا وأوروبا فاللي كاي من هنا رايح هنا لازم يعدي علينا طب إحنا لو عندنا مشكلة وعندنا حرب هيحصل إيه؟ هيلف لفة كبيرة وهيتكلف تكلفة أكتر فلا حرب أكتوبر أثرها موجودة حتى هذه اللحظة حرب أكتوبر زي ما قلنا في السؤال اللي فات ساعدت من أنا أبني جيش قوي ومدرب وقادر فطالما أنا عندي جيش قوي ومدرب وقادر إدري أنه يحقق عنصر الرضع لما بدأت أتعرف على نظام الدولي أو على نظام العالمي بشكل أكبر إدريت أعرف التركات إدريت أعرف بيسموها كده الأسئلة الصعبة أو الأسئلة تيجي من بره المنهجة جاوب عليها إزاي إدريت أرصد الصراعات إدريت أعرف التبعات بتاعت أي قرار لما بتتخذ بتبقى عاملة إزاي بالظبط جهست نفسي كويس قوي كمصر عشان خاطر أوصل لأنه أوصلت له النهاردة يعني محدش يعتقد أن مرور مصر من مشكلة زي الأزمات الملوانة اللي مررنا بيها أو أزمة الأزمات الاقتصادية اللي مررنا بيها أو كل المشكلات اللي حصلت في الفترة من 2011 لحد النهاردة سواء بحرب الإرهاب في سيناء سواء بالمشكلات اللي مرت بيها مصر محدش يتوقع أن ده مر بالصدفة لا ده مر لأن إحنا عارفين التبعات كويس عارفين المخطط كويس قدرنا نرصد التهديدات قدرنا نرصد الأعداء بيفكروا في إيه فلما أنا عرفت العدو بتاعي بيفكر فيه قدرت أجهز نفسي بقى بالحلول اللي قدر حقق بها النصر بتاعي